تطور استراتيجي في حملة طالبان العسكرية لإعادة السيطرة على المناطق الأفغانية الحركة ابتعدت عن استهداف المناطق الرفية وبدأت في التركيز على مهاجمة عواصم المقاطعات وكانت زارانج عاصمة مقاطعة نمروز على الحدود مع إيران أول مركز يسقط في أيدي عناصر طالبان منذ إعلان الإدارة الأمريكية سحب قواتها وفق صحيفة نيويورك تايمز فإن مقاتلي الحركة لم يواجهوا مقاومة تذكر في الاستيلاء على زارانج وتمكنوا من إبرام اتفاق مع سلطات المدينة يسمح للعناصر الحكومية بالفرار عبر الحدود الإيرانية مع عائلاتهم تطور يأتي في وقت يضغط المتمردون بشدة على مدن إقليمية أخرى وسط أخبار قاتمة للقوات الحكومية حيث حقق الطالبان اختراقا كبيرا في أفغانستان ذلك أنها باتت أكثر جرأة وثقة بالنفس في الأسابيع الأخيرة بسبب انسحاب القوات الأمريكية من جهة وتحقيق انتصارات على الأرض مكنتها من استعادة السيطرة على العديد من المناطق من جهة أخرى ويواصل عناصر طالبان ترجمة استراتيجيتهم الجديدة على الأرض حيث يستهدفون حاليا عددا من عواصم الأقاليم منها هارات في الغرب وقندهار في الجنوب فيما انتقلت الحرب إلى العاصمة لأول مرة منذ أشهر مع الهجوم الذي استهدف وزير الدفاع وحذر الطالبان بأنها ستستهدف كبار المسؤولين ردا على القصف الجوي المكثف الذي يشنه الجيش مسنودا بدعم أمريكي ضد عناصرها إيلين نوسف العربية